موسيقى أنا جبت لحضرتك إداء ومدامك إيه دا؟ هو حضرتك مفترتش لي؟ مش عايزة أفتر دلوقتي تعالي عايزة عاودة أتكلم معاك شوية حاضر عادة سادي هنا لا ما يصحش يا مدام بقولك عادة عادة يا سابرين إيه؟ بقولك عادة يا سابرين ولا أقولك يا مي السابرين أحسن مدام أنا عايزة أفهم وحدة زيك معاها مؤهل عالي وبتشتغل مدرسة موسيقى تيجي تشتغل عندنا ليه؟ وتعمل عليها الأفلام دي كلها يا مدام أنا إنتي ليل ونهار عمالة تدوري وتعبسي في الشقة بتدوري عليك كلمة بس هقول علي كل حاجة بصنوبة بعيد البتاعدة بص يا مدام الحقيقة إن أنا فعلا مدرسة موسيقى ولا جابني عند حضرتك هنا سبب أنا مش عايزة أقوله لك لأنه بصراحة كده خايف عليكي سبب؟ سبب إيه؟ دكتور شريف أخو حضرتك اتعرض لمحاولة تختيقل إيه؟ امسكي نفسك يا مدام ما تقلقيش دكتور شريف كوي صادراتي في المستشفى وإن شاء الله هيخرج ببقى زيل فل الحبيب يا شريف عشان كده لما بكلمه ما بيردش علي ريتا كان آخر واحد عند دكتور شريف كان بيحكي له عن المصايب والبلاوي اللي بتحصل ومنس ما بتعرفش عنها حاجة في المستشفى وحصلت الحادثة هوا هناك قردها هوا اللي طلب الإسايا فو أنقص حياته وآخر حاجة قالها الدكتور شريف كان اسم حضرتك والعنوان هنا إحنا ساعتها مفهمناش أي حاجة لحد ما فهمنا بالصدفة وده اللي خليني جيت لحضرتك هنا عمل دور الشغالة قلنا بنحاول نوصل لأي حاجة لحد ما حضرتك قلت قدامي على موضوع الشنطة اللي الدكتور سب هالك قبل الحادثة بشوية اه الشنطة دي بقى هي اللي جابتني هنا أنا وريدة قومي قومي حالة نمي حدومك ومشي مع هنا ومش عايز تشوفك لأنتي ولا اللي اسمه وريدة ده أبداً تاني نهائي دفاقة ما أمشي حاضر تعالين بحال يا رب يا رب دي البت اللي طلعت بها مني بدون الشيفة من عندك يا رب الشيفة من عندك يا رب يا رب دكتور طميني يا دكتور كله خير إن شاء الله يعني يا دكتور يا دكتور ردة طميني يا ردة بنتي أخبرها إيه؟ أعودي شوية يا مؤمال أنا مش تحبنها يا ردة طميني على البيت أعودي بس شوية أنا عايز أتكلم معاك يا عودي بس يا مؤمال كمية اللي أنا حقولهم لك دول للأسف ما لهمش طريقة سهلة يتقلوا بيهم لازم يتقلوا زي ما همكت خير يا ردة بنتي مال أمال حالتها بقت متأخرة أوي ولازم نعمل العملية بسرعة إن إحنا لو ما عملناش العملية ما تقوم يا جابر إنت يا رجال هتفضل نعم كده كتير عايز أنا أقوم أروح ألفين يا جملات روح يا حبيبي شوف أكل عيشك شوف شغلك وبعدين اللي حصل حصل والنومة بتاعتك دي لا هتقدم ولا هتأخر أنا خلاص ما بقليش وش هنزل للحارة من بعد كل الناس ما عارفت إن بيت تفشت وأنا تربوش مش عارف طريقة فين وهم كانوا هيعرفوا منين لو 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 عملتك السودة وإخناعتك مع رادة يا علي كنت عايزة أنا أسكت لما عرفت إن رضو عارف طريقة فين انت هتستعبطني يا رجل انت أنا عارف إن هي وزة من سليمان وديك فضحت لفسك في الآخر ما عرفتش حاجة أو ده اللي حصل سابريد السلام عليكم السلام عليكم كنت تفين يا بيت؟ انتايا كنت تتايرة أنا هارل شعر يتفين بيعني كذفوه كنت زيعة فنية بالتلكار أنا ما كنت سلاعة بحتة أنا كنت مع جوزي فيه جوزي؟ آه جوزي على سنة الله ورسوله بتقول ايه؟ طب هاي المنات المسلمين ما أبتلك لك يا لوي يا لوي يا لوي هتودي نفسك في ستين درجة بنت زيادة بعيد يا أولية أنا ما أخذتك الشوحاجة يا ناس أنا عملت لربنا على عليه حلال ولاده هتحرمه شعر على ربنا كمان شفت البنت الفجرة يا لوي هقتلك وقص من عارف يا لوي يا لوي يا لوي يا بيت يا لوي يا بيت فيه يا رجل انت هتذكر انت ولا ايه؟ عيسي موت البيت ابنت السفان عليمة تهكة على البيت وغلت معها غلت معها ايه يا بعقل دلي منتا؟ دي مراته حلاله وانت دلوقتي ملكش حكم عليها انت ايه؟ مبتشطرش كري على الولية؟ كلامك معارضة لما يركع وبقى السلقة بقى وعدك مني يلا يا بيت انت ملكيش وعاد هنا جرايحة ليه بقى انت بتاول بقى على بقى ولا ايه؟ بقى قولك ايه يا وليه يا لدي لما نفسك حكم انا كيف عندي ضرب النسوان ولو مخرستيش هجيبك من شهرك واكرس بك سلامي من البيت سامع ولا لا؟ يلا يا بيت خشي لما بعيد حاجتك وانا وقفلك ايه؟ لا مفيش حاجة هتخرج من البيت ده؟ ولو حبيتي بتخرجي اخرجي بتقولك مفيش ولا حتة غرقة هتقديها معاكي وانت من النهاردة ولا بنتي ولا انا عرفي حوش حوش كتك ستين نيلة هو انت عمرك جبت لها حاجة يا منايل ده غير الالافات اللي انت اخدها على قلبك قد كده منها يا ولوان وبتصرفها على السخام اللي انت بتطفحه كتك نيلة يلا يا بيت يلا يا بيت تمشي من هنا بلا اعرف تهيشي مع الناس دي ازاك يلا يا بيت سبها لهم مخدارة يكشي تولعو كتكو ستين نيلة هتفوه شريف 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 رد علي يا حبيب لو حصل لك حاجة مش ممكنات في الدنيا دي بعدك دي يا واحد الدكتور قالي لما الحالة تستقر عايزة بفاروك يالكو كبر وانا كمان هسافر معك مش حسيبك زان يا واحدة بعد كده ابدا اشرف عمل العملية انا كلمت امراتك وطمنت عليها صلحتها عشان خطرة شريف يا حبيبي يرد علي مين اللي عمل فيك كده يا مدام يا مدام ارجوك كفاية كده انا كده هتقذي يا مدام ارجوك ان شاء الله يخيفه ويبقى زى فول علشان خطرة تعالي مع vocabulary انا حتى اذي يلو ان شاء الله يعاف الشريف من شاء الله نشاء الله كمان